للمزيد من القاهرة ينضم إلينا إبراهيم بالقاسم المحلل والسياسي الليبي سيد إبراهيم تمرير هكذا خطوة من قبل البرلمان التركي مسألة إرسال قوات أو إنشاء قاعدة عسكرية حتى تركية على الأراضي الليبي إلى أي درجة يغير من المعطيات العسكرية على الأرض يا سيد إبراهيم خاصة في مواجهة القوات العربية الليبية الجيش الوطني الليبي للميليشيات المسلحة أو للجماعات أو لأي فريق مسلح تابع لحكومة فايز السرائش أهلا بك في الحقيقة إذا اعتبرنا أن ما يحدث الآن هو حرب ليبيا ليبيا حتى هذه اللحظة فندخول تركيا بثقلها في هذه الأثناء خصوصا بعد إبعادها وطردها من عدد من الدول العربية ومن منطقة ككل يعلم أن تركيا خسرت مصر وتنظيم الإخوان الذي كان موالي لها خسرت السودان بعد أن استقرت بمجلس السيادي خسرت الجزائر خسرت عدد من الدول خسرت العراق سوريا الآن تبحث بشكل أو بآخر للتواجد في المنطقة وعبر نافذة ليبيا الوضع المجتعل في ليبيا والصراع الداخلي في ليبيا وحالة عدم الاستقرار تدفع تركيا أن تكون طامعة في أن يكون لها وجود وتحت مبررات عدة من بين هذه المبررات هي الشراكة الاستراتيجية مع ليبيا في هذه المرحلة هذا المبرر التركي إذ كنا نفكر بشكل جديد في إبعاد التوغل التركي الذي يعتبره جزء كبير جدا من ليبيين وأنا منهم أنه سياسة استعمارية هذا هو مربط الفرص وهذه هي الكلمة الفصل من الذي له التأثير الأكبر في إبعاد تركي؟ يعني مثلا مثلا روسيا تعارض أي تدخل خارجي هل الورقة الروسية بإمكانها حد أي تقدم تركي على الأرض في ليبيا أم لا؟ خلينا نكون بكل وضع بوضوح هكذا نقول أن القرار هو قرار ليبي أكثر من كونه قرار دولي الآن نسمع تصعيد إعلامي ونسمع تصريحات سياسية ولكن بتجارب شبيهة بليبيا نتحدث عن سوريا نتحدث عشرات الدول التي سمعنا فنزويل لا غيرها من الدول سمعنا تصريحات سياسية يعني خطب رنانة عبر الأعلام ولكن في الأول وفي الآخر ظل الأمر كما هو عليه اليوم حتى لا يتكرر هذه تتكرر نفس الخطأ في ليبيا وحتى لا نعيد ونردك بنفس الخطأ بترك الأمور هكذا في ليبيا على الدول الحريصة على استقرار ليبيا أن تستمر في مساعيها لجمع الفرقاء الليبيين على طاولة واحدة وإيجاد حل ليبي ليبي لقطع الطريق أمام أي تدخل أجنبي بالعموم ليس تركيا فقط من لديها مطامع ربما اتفاق فايز السراج مع رجب تبع دوغان يا سيد إبراهيم ربما قطع الطريق أو أي طريق على هذه المساعي التي تتحدث عنها الآن أتحدث معك من بإمكانه رضع تركيا عن أي تدخل أو أطماع في الأراضي الليبي إذا كانت روسيا معترضة الولايات المتحدة الأمريكية وجهاتها يا سيد إبراهيم غير واضحة حتى هذه اللحظة مع من ضد من هل هي مؤثرة بدرجة كبيرة في شأن ليبي أم ربما روسيا هي الأقرب الكونغرس الأمريكي يدرس في هذه المرحلة إعداد قانون لإرساء السلام في ليبيا من أهم بنود وأهم النقاط في هذا القانون هو معاقبة الدول ونزال عقوبات على الدول التي تدخلت بشكل سلبي في ليبيا وسببت تقويض العملية السياسية وزعزعة الأمن وغيرها وأعتقد أن تركيا وغيرها من الدول سيكون على رأس القائمة التي ستنزل عليها العقوبات الآن تركيا أمامها قانون صارم قانون قيصر في سوريا وستلاحقها أيضا قانون آخر في ليبيا سيضيق الخناق على تركيا التي تعيش حالا من عدم الاستقار من الداخل الولايات المتحدة الأمريكية ستبدل جودها في مسألة تحجيم عملية التدخل في ليبيا ولكن يظل في الأول وفي الآخر القرار ليبي بالمطلق هناك مؤسسات في الدولة الليبية بينها مؤسسة الجيش ومؤسسة السياسية وغيرها من المؤسسات إذ ما استطاعت هذه المؤسسات الابتعاد بعض الشيء عن مسألة الانقسام وتوحيد الكلمة والرأي فيما يتعلق بردع كل من يحاول التدخل في الشأن الليبي في هذه المرحلة سيصبح الأمر بمثابة حل حقيقي ضد أي دولة تحاول التدخل الحقيقة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي قد تحدث قبل أيام قليلة فقط عن جهود إرساء السلام في ليبيا أو جهود دعم الجهود السياسية والسلام في ليبيا وهذه مسألة مهمة جدا مكملة ومتممة لدور الأمن في الدولة فيما يتعلق في محاربة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة هناك دور وهناك مسار يجب أن يكون مكمل للجهود الأمنية وهو المسار السياسي والمسار الاجتماعي الذي سيكون بالفعل خط دفاع أول أمام الجميع تركيا لديها مطامع وستسعى في السادس من يناير القادم لتمرير قرار إرسال جنود إلى ليبيا وهذا في محداته كارثة إذن أمامنا وقت قصير جدا شكرا يا سيد إبراهي أقل من عشرة أيام إذ أرغبنا في مسألة حصر أو إنهاء الصراع قبل أن تتجه تركيا في مثل هذه الخطوة شكرا جزيلا إبراهيم بالقاسم المحلل والسياسي الليبي أشكرك جزيلا على كل ما تفضلت به ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة